الأمم المتحدة تكشف عن بقاء المظاهر العسكرية على حالها في ميناء الحديدة جاء ذلك في أحدث إفادة لكبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسجارد الذي بات يورف الآن بصفته رئيساً لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها وذلك ضمن الرسائل المتطابقة وجهها إلى ممثلي الحكومة والحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وطبقاً لما أفاد به المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحاً حق خلال مؤتمر صحفي في نيويورك وجهها لوليسجارد تضمنت معلومات محدثة بشأن حالة إعادة الانتشار الأولية خلال الفترة بين 11 إلى 14 من شهر مايو المنصر وطبقاً لما أفاد به فرحاً حق فإن محصلة الانسحاب من الموانئ الثلاث اقتصرت على الأفراد فقط وعلى إنهاء المظاهر العسكرية في ميناء الصليف ورأس عيسى مع بقاء هذه المظاهر على حالها في ميناء الحديدة أهم وأكبر موانئ البلاد على ساحل البحر الأحمر فيما لا تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة حول حجم قوة خفر السواحل التابعة للحوتيين أصلاً والتي أقرتها الأمم المتحدة كقوة محلية للإشراف على أمن الموانئ الثلاث وبحسب رسائل لوليسجارد فإن حجم القوة تصل إلى 450 عنصراً لكن رسائله تظهر أن المنظمة الدولية ليست متأكدة تماماً من عدد هذه القوات ما يعني أن العدد ليس مسيطراً عليه بالكامل من جانب الأمم المتحدة يأتي ذلك فيما يتحفظ الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار ليس فقط على العدد غير المعروف حتى الآن من هذه القوات وإنما على هوية القوات التي تقول الحكومة إنها جزء من القوام القتالية التابعة للميليشيا بما يقلل من أهمية ما جاء في رسائل لوليسجارد التي أفاد فيها بأن دوريات المراقبة المنتظمة التي تقوم بها بعتة أنمها لم تلاحظ أي وجود عسكري للحوثيين في الموانئ الأهم في هذه الرسائل إذن أنها تفيد بأن الأمور في ميناء الحديدة لم تتغير الأمر الذي دفع برئيس بعثة الأمم المتحدة إلى مطالبة الحوثيين بإزالة المظاهر العسكرية وإتمام عملية إزالتها بسرعة بما في ذلك الخنادق كجزء من التزامهم بالعملية مع استمراره في التأكيد على أن عملية إعادة الانتشار الأولية من الموانئ كانت مهمة على حد وصفه